السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك ورحمة الله وبركاته هناخد النهاردة محاضرة الانيميا ونشوف دائكتات الدكتورة ونعمل overview عن الدرس بشكل عام فهنبدأ اول حاجة قلنا الانيميا ايه هي الانيميا الانيميا قالك انه هو deficiency number of RBCs or hemoglobin في وحدة الدم تقليل نسبة الكورة دم الحمراء او الhemoglobin الموجود في الدم ودخلنا على السبب الانيميا قلنا السبب الانيميا حاجة من ثلاثة ياما deficiency anemia او plastic anemia او hemolytic anemia deficiency عن نقص نقص ايه قلنا نقص حاجة من الكنين بس بيختلف حاجة من الكنين كل حاجة بيختلف حاجة عن التانية ياما نقص الارن نقص الحديد او نقص فيتامين بي 12 و فوليك اسيد لو نقص الايرون هيعمل مايكروستيك انيميا طب لو نقص فيتامين بي 12 و فوليك اسيد هيعمل حاجة من هيعمل ماكروستيك انيميا الخلية تبقى كبيرة طيب plastic anemia هيعمل ايه ابلستك قلنا ابلستك يعني ايه يعني عدم تصنيه او تقليل اه عدم تصنيه بسبب ايه اه بسبب انتسيرود او انتي كانسر الادوية اللي بتقليل نشاط الحاجات اللي في الجسم فالنسوق الحظ بتروح على المنروف وتقليل نشاطه و كمان تمام ليه صايد افكت بتاعه نفس الطريقة بتاعت انتي كانسر تمام او تسعب سعب تاني بقى الابلاستك دي عدم تصنيه اللي من المنروف الكروت النمح مراي تبقى بسبب ايديو بسك تسبب غير معروف او همولتك المولتك تبقى غير المساب كونجينيتال تمام تتنقل من الام اللي بناها كونجينيتال حاجة ورصية يبقى اه قلنا اسباب ال اه اه لا تبقى اسباب الامية حاجة من ثلاثة او ابلاستك انيمية او همولتك انيمية تمام حاول نجمع فقامة قاعد قاعد ابلاستك انيمية و H a همولتك انيمية وده DEFILICENSI انيمية E absorb H ت 경우에는 فوليك اسد و H تفسير تسبب تمام والأبلاستيك عدم تصنيع ولو نسيتها خالص حاولت تفتكر مثلا مثلا المصنع المصنع معين ده واقف ما بيشتغلش ليه يعني سب نقص المنتجات المنتجات اللي فيه نقصة أو العمال اللي شغالين فيه ما بيشتغلوش أو عامل أخر نخده واحدة واحدة نقص المنتجات هي نقص إيه في الأنميا مثلا نقص الأيرن وفتبيب 12 والفول كاسيت أو العمال ما بيشتغلوش ده بيحصل بسبب إيه في الأنميا مثلا آه لأبلاستيك أنميا بسبب الأدوية أنسيراد وأنسيراد وأنسير وعامل أخرى مثلا زي كنت جيني تأل حاجاته رصية من أم لبناه تمام وكده خلصنا الأسباب بتاعت الأنميا نقص الأنميا يعني وكده ندخلنا في موضوع تاني عن الإيرون بشكل عام دخلنا نبدأ في الموضوع بتاعة الإيرون بشكل عام لازم تبقى عارف عن الإيرون خمس حاجات أول حاجة إنه هو المصدر الهيم الموجود في الدم تمام تاني حاجة ما موجود في الميتو كوندريا تالت حاجة اللي هو بيحمل الأكسجين عشان ينقلوه للخلايا الأكسجين ورابع حاجة بيمتصف سورة فيروس استيت بيمتصف سورة إيه فيروس استيت ده ما بيتقل بسورة إيه حسنا لما يتمسك بالنقل بسورة إيه عشان يتقلي الخلايا لا ساعدها يتمسك بالنقل بسورة إيه فيروس فيلتين في حالة فيرك أسيد يبقى يمتصف فيروس أسيد يمتصف بإتصاء فيروس أسيد يبقى يتنقل بالفرك أسيد بالفرك أسيد تمام نعم 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 الخمس حاجات مستويلا ما هو 10% من الحديد يمتصف في الجسم نعم نعم حديث خمس حاجات أول حاجة اللي هو مصدر الهيم في الدم وبيموجود في الميتوكندري وبيشيل الأكسوجين وبيموجود في حالة فيروس أسيد بيمتصف حالة فيروس أسيد في دو ديرام دو ديرام و10% بس منه اللي بيمتصف الأكل اللي بيستفاد منه هو الجسم والباقي بيتخرج برا الجسم تمام وبعد كده طب نتكلمنا عن الاكشن بتاع اللي ايه؟ العيرن طب نتكلم بقى في الستورج بتاع العيرن قال لك يا سيدي ان الصورج بتاع العيرن اول حاجة لازم يتخزن في صورة ايه؟ فرك فرك ازاي بقى؟ الحديد ده بيروح الميوكو السيلس ساعدها بيكسب حوالي فرك 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 ستيد ده بيتمسك بالتناسف الريتين اللي موجود في الدم عشان يتنقل البون مارو وساعدها البون مارو يستخدم الحديد ده ويصنع منه ايه؟ كورة دم حمراء طيب بسيدي انت كده عندك كده اتكلمنا عن الحديد نتكلم بقى عن ايه؟ اسباب نقص الحديد واسباب جازد الحديد لما انت بتاخده قال لك اسباب نقص الحديد في الجسم حاجة من الاتنين أم او انت عاوز حديد كمية كبيرة لو انت مهارة المو فأكيد احتياجك من الحديد ثابت نسبة كبيرة او لو ام حامل فأكيد احتاجها للعناصر الغذائية دي بتبقى بتزيد ارتبط أيضا هذه الأحيان تقلل نسبة الحديد في الجسم يأخذ الأرstellen إừans ynحياني كمية الأمر بدأ؟ هذه النسبة الحديدة داخل ع professor فانتقاد يخبره ايه الا تنين او بارنترل كيف قام بارنترال بارنترل ايه الا امتان سنجده او بارنترل دعوانه كثير او بارنترل في حالاتي العادية عنده نقص في الحديد انما البارنترل انترمسكرا كو انتر فينوس سواء الاهام اعلم participe اني اده انو بارنترل نقص الحديد إنتر مسكورل انتر مصدر بس كتاب يقول ان هي انتر مصدر فلو جات في المطاعين كتابها انتر مسكورل حسنًا امت اكيش كتابة انتر مسكورل على كتابة وفعد الحالات الطرقة انت جسمك مثلا ما بيمتص علش الحبوب لعندك مشاكل في المعدة فالمعدة دي لعن نقص الحبوب ساعتها ممكن احتجاب البريترل مثلا عندك أكيوت حالاتك نقص حديد تم في الجسم فاكيد مش هنديله حبوب هياخد وقت طويل عما يعمل مفحول هنقدار نديله برينترال تمام او لو انت عندك مثلا ايه سفير بللوس فقده دمج كمية كبيرة فانتازم تعوضها ان تديه برينترال فاصر عوقت او عنده انمية بشكل حد زي ما احنا قلنا او استوميك اوشت اللي هو مشاكل في المعدة فالمعدة مش هنقدار تنتج الانزيمات والحاجات اللازمة اللي هي تقدر تنتص الحبوب دي تمام طيب ده كده كلمة عن ناصي الحديد لو انت مثلا ايه خدت كمية حديد زيادة عملت ايرون تكسوست في الجسم منعليجة اما حالة من اتنين لو كانت اكيوت او كرونيك السمنة تكسوست دي اما اكيوت او كرونيك الاكيوت دي غالبا تبقى في الاطفال لو انت مثلا طفل خد كمية كبيرة من الحبوب يعني مثلا قدامه خد عشر حبات كده بزيادة عن الجرعة المطلوبة منه خد عشر حبات ام جاي واخدهم او مثلا او مثلا دو شرب لقاه فشرب اكتر من الجرعة زيادة فده ممكن يعمل له ايه خدها بتعمل اكيوت تكسوست في الجسم هيعمل بقى المنفستيشن بتاعه قال له اما حاجة من ثلاثة يهمى نوزيا فهمتك مضايرية اما نوزيا عاوج يرجع او رجع فعلا او ضايرية اسهل او دست ابنية مش قادر يتنفس وفي اصعب الاحوالي انت معلقتوش في اصرع وقت ممكن يعمل له كومة او مثل بعد الشرع تمام اه طب نقدر نعالجه ازاي لو انت خدت ماشا لو طفل ممكن نعالجه ازاي اه بص قال لك قال لك نقدر نعالجه ازاي لو كان اكيوت مثلا نقدر نعالجه بالجسر كلافاتش جيخ المعده ازاي ما هتaben زياله اي دي نعالجه كربوناعت او فوسفاتode لعيشان تعالج الكربونات او فوسفات دي والحاجات سالمة ولحديد حاجات مجابة فاول ما نقوم لكسر كلافاتش الحاجات السالمة اللي هي كربودات السفافات تتفاعل مع الحديد الوا المجاب فىكوناه trucوات مترسبة يخرج перв constant ثاني اول طريقة جلس كلافاتش او دست Hypations شفل الحديد زياده تمام؟ يا ا Erik ازاي رغan للتنين تاخذ جائبي فان استفاضحي على بخطة كل أسبوع تأخذ واحدة من الدم فبالتالي تأخذ واحدة من الدم اللي يبقى موجود فيها زيادة نسبة الحديد فكل أسبوع تأخذ واحدة من الدم وواحدة من الدم كل أسبوع فلحد ما يجعل الايرون في الجسم الوضع الطبيعي ما يعملش توكسيستي كده يكلمنا عن الحديد الايرون ندخل بعض الفيتامين بي 12 وفيتامين بي 12 هو تقريبا الحاجات اللي عليها محدودة ففيتامين بي 12 لازم فيتامين بي 12 ده علشان يدخل الجسم والجسم يقدر يستفاد منه لازم معي انتريستيك فاكتور عوامل مشاعدة اللي هي بيتفرز من خلال المعدة لازم المعدة دي تطلع انتريستيك فاكتور عشان يقدر الفيتامين بي 12 ده يمتص في الجسم والجسم يستفاد منه ومن غير الفيتامين بي 12 ده لليه اي فايدة لازم المعدة تكون لزيارة الجسم لازم المعدة كوايسة على انتريستيك فاكتور تتفاعل الفيتامين بي 12 كونه مركب ساعته يقدر الفيتامي بي 12 يمتص تمام؟ لو بيقولك يا سيدر ان الفيتامي بي 12 ده بيمتص في الدودنم عكس الايرون ان الايرون بيمتص في الاليام عكس الايرون بيمتص في الدودنم هنا الفيتامي بي 12 مع الانتريستيك فاكتور اتنين مع بعض بيمتصوا منين من الاليام يبقى الفيتامي بي 12 مع الانتريستيك فاكتور مع بعض امركب ده مع بعض حاجة من الفيتامي بي 12 الواحده مش هقدر يمتص لازم في ثامي بي 12 مع الانتريستيك فاكتور عشان يداره يمتص من الايليام يقولك يا فرق بالتندور الاييرون ان ازا ابرزيت ان دودنم بس في ثامي بي 12 ان ابرزيت ان الايليام النقل ده بييعابوا فيها في الامتحانات لازم تيجي تمام؟ وبتكلمك كمان عن الميجالي بلاستيك انايميا لكن اللي بيجاد لبلاستيك انيميا بيحصل بسبب أحدا عملات اي يحصل ليكون فوليك اي فيتامين بحث سأ類ها كنت يا مرز في مرد بسفر المعدة عملية. بمتقدرش او بيحصلها منتقدرش ايه. تمام يعني المعدة ايه. تمام? ما عليش اعتيب لها المعدة. تمام? وهي دي. المعدة البريتر ريل بتاعتها في طبقة في المعدة اسمها دي اللي بتطلع تمام? فلو حصل مشكلة في المعدة في دي حصل مشكلة فيها. فبالتالي مش هتقدر تصنع فبالتالي يجب من بي 12 هيدخل الجسم ويطلع منه من غير اي فايدة. فعقوللك الميركشوات أنيمي دي بتحصل فيتامين بي 12 الميركشوات أنيمية تعص الميركشوة أنيمية فيهي 12 نبدأ الوقت و 응ا lookout مد时间 six Richtering انمية. وهيموليوتك انمية. نص ثالث حاجات. نص الايرن. لذي يعمل او نص في دمين به اتناشر او في دمين به اتناشر. بيعمل هو او بيعمله. دي بالنسبة لديفشنس انمية. او هيموليوتك انمية. هيموليتك معللتك يعني ايه? التكسير زيادة التكسير. اه بسبب او ابلاستيك انمية. ابلاستيك انمية. يبتكون بسبب الى ايومية او انت سيرود او انت كانسر دراج. يبقى اولز اوباف تختار اولز اوباف. اه تنس والبول ديفشنسي انمية نركزها على ديفشنسي انمية محدد نوع النوع كوزوزوز انامية ديفشنسي يعني ما يختارش اي نوع بتاع كوزوزوز انامية. ديفشنسي انمية اكلوز اولزافونك كسبت بيع موجود فيها كل ده اكسيت فشان سلمي بوجود فيها ايه فشان اه نقص في الفيتامين b12 فوليك اسد او الايرن اه كل ده موجود معده دي باسك دي طبعه الايه ابلاستيك اناميه طبعه نسأل سهل يبقى الايرن تقول ده باخد نوش اه الاثنين على اللي بعده بيقول الحاجات البتزودة متواصل الايرن فيه اضي او הת Whitacid وجدنا اغوية السرق كب fatto اغوية السرق اغوية السرق هو خاطئ فيه اه اه اشكال هو في مرة سلفت جل في مرة سلفت جل تمام صلف صلفت صلفت لايه صلفت يعني والتسكيمة بتاعت البيرنترا الايه اه شربت ديكس شربت ديكس تسكيمة مش هو لابد مع انا مليش دعوة بالتسكيمات خالص بس اللي عرفت اقوله اه شربت ديكس تمام اه ديكس ترين ديكس ديكس برضو اه وسربتول هي الشربة السلفت دي تبع ايه مفرم في مرة سلفت جل تبع الاورة وعايز الاورة يبقى في فرص السلفت اه وزدرج ويتش انترفير ويتش ابزورب اف ثمبيت ناشر اه كل شي سين متفرمين اتبع بلاك درج ولا او الزباب انا كل دول تبع الادواء اللي بتضغط عمل الزمبيت ناشر يمي اختار الزباب او الزباب ايه ايه الشكل اللي بقى مكون فيه الفولك اسد محدد الفولك اسد بالتحديد ايه المراحل العنصر الفاني مرحلة اللي بيكون الدين ايه نقولنا نركز عن نظر دي اللي هي تيتراهايدرو فولك اسد. كل الدول بمراحل فولك اسد عادي بس عونز المرحلة المعينة اللي بيكون فيها الدين ايه في اختار تيتراهايدو فوليك وابيوتين الفا is example of دي لحاجات الدكتور ما شرحتهاش بس نعرفه كمميسال هو الراس بيوتين مركزة شعر الدكتور خالص تمام through all force اول شلبيه البلاستيك اناميا means excessive destruction of blood vessels البلاستيك اناميا دي بتزود دكسير البلود فيزلز لأ غلط قمملا ايه صح يموليتك اناميا انيميا دي هي اللي بتزود تكسير البلود التي بتزود تكسيير ببيوتين قولنا لأبلستك يعني نقص اول حاجة false see you is the source of metal i fهم لأ غلط بلاكي ستول زيجر دفئكتس فاترنة الاريون ركز على بلودتي فاترنة الاريون لا قلنا بلاكي ستول ده تبع ايه تركز دعوان ايه؟ الأورال ايرون هي بلاك ستول بلاك ان يورين مشاكل في المعدة المشاكل ستكون تبع البرانتر ايرون ايه؟ مشاكل لوكل او مشاكل سيستميك بركز بس بصداع وحاسيه يبقى نفتر فلس يمشي البرانتر ايرون حاول وانت بتحلل اسئلة تجيبك جزئة بتاعتها من الاولها يعني بلاك ستول تجيب الساد افكس تجيب الساد افكس كلها عشان تراجع مع نفسك تحفظ بشكل اسرع تمام؟ بيتنشر اسئنشال فور دين اسنزيزي اه؟ بيبقى مسؤول في دين اسنزيز برضه وفي الميلينشان شيس بتاع النيرف فايبر هو اللي بقى مسؤول في تكوين الميلين شيس بقى في نيرف فايبر وده الجسم السومة باطي بتاع النيرف بيبقى حوليها شيس كده حولينا الاكسود اللي بيكونه الفيتامين بيتناشر لازم الفيتامين بيتناشر دائما كان موجود عشان ايه؟ يكون الميلينشيس ده اللي هو حول الخليطة طب وظيفته ايه الميلينشيس ده؟ قولنا اتفقنا ان هو بيزود الكندكشن بتاع النيرف بيزود السياس العصبية بيخليك تحس بسرعة بس يبقى نختار طب الفوليك اسد برضه بيصنع دين اسنزيز اه دي الحاجات من الحاجات المشتركة بالدين ايه؟ بين الفوليك اسد والفيتامين بيتناشر ما بيساهمه في تصنيع دين ايه؟ تمام؟ تتراهيدو فوليك اسد زمنت سرس اوف ريس بيوسين صح؟ او بين سيلين صح؟ عشان نعالج البكتاريا اه؟ كده اه اخر سواب دي بناسيار مهمة جدا للدكتور اكيدة عليها قلنا الحاجات اللي بنعلك فيها الاكيوت توكسيستي بتاعت الايرن اه في الاكيوت تاعت حياة اه او دي بشكل عام او اه في فلاود بالحاجات دي تعم؟ والجسريك لفاتش دي عشان تعمل ايه؟ ايه هتنفتاحها؟ قلنا ان هو جسريك لفاتش بيقى موجود بكربون وفوسفات الحاجات دي حاجات سالبة تتحد مع الايرن الحديد الحاجات موجبة سالب مع الموجب يجونه ومركب معقد يطلع برا الجسم والفرال يعني الحديد والقال يعني في اليورني بيطلع الحديد في اليورني والايفي فلاود الحاجات دي بيطلع طب في الكرونيك قلنا لاب الفليبتومي لو نشيل جزء من الدم كل اسبوع عشان نقل نسبة الحديد الزيادة وبرضه بيقى موجود معها ديسفرال اللي بقى الجابة دي تمام؟ ايه الريتن الديفاين افانيميا نقص الاربسيز والهيموجلوبين في الدم نقص الاربسيز والهيموجلوبين في واحدة الدم طب الكوزسف وانيميا قلنا ليه تحت حاجات ابلاستيك انيميا ويموليتك انيميا ابلاستيك انيميا ابلاستيك انيميا ادوية انت سيريد والانتي كانسر او يديو بسك طب والموليتك سيدي التكسير غالبها بسبب السابق والديفشانسي حاجة من الاثنين اما نقص الاربس او تمام بيه 12 وفوليك اسد تمام؟ ليه كده ابلاستيك انيميا ابلاستيك انيميا طيب الاسباب انجريز ابسوربير افايرن اللي هو جسرك اسد والأسكروبيك اسد اللي هوجوس والفوتامي بيه 12 الاوليوجوس والفوتامي بيه 12 او المريض مره ما يقدرش يطلع الكرة الدم حمرة ويستعمل في تصنيع الكرة دم حمرة في الكرة الدم حمرة يساعدين في الفوتامي بيه 12 ودفين بيوتك يعني تزويد وهي يعني دم يتزود وكروس فكتوري او عوامل بتزويد تصنيع الكرة الدم حمرة في الدم بس كده اشتركوا في القناة